أحسن الله إليكم أم عبد الرحمن أرسلت هذه الأسئلة لفضيلتكم تقول الشيخ عندي ابن عمره تسع سنوات أنصحه بالصلاة وأتابعه وأنا حريص عليه ووالده لكنه يقول بأنني صليت عندما نسأله وقد يكون لا يصلي هل آثم بذلك؟ نعم يجب عليكم ملاحظته ومتعرفته وتابعته خصوصا والده يأخذه معه للمسجد ويذهب به إلى المسجد ويصلي إلى جانبه حتى يعتاد الصلاة يألفها ويستمر عليها ولا يكفي أنه يقول أنا صليت وأنتم لا تثقون من كلامه وتتركونها لا والده عليه القصد الأكبر من هذا وهو أن يذهب به إلى المسجد ويجعله معه ويصلي إلى جانبه حتى يعتاد هذا ويألفه ويرعب فيه هكذا التربية الصحيحة نعم